ولوطن اذ قال لقومه أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها منحد من العالمين إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت فينا الغابرين وأمطرنا عليهم نطرا فانظر كيف كان عاقبة المدرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخثوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله منامن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقمة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا من الذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا تصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ونخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قال اشترينا على الله كذبا عدنا في ملتكم بعد إذ مدين الله منها ولا يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسيا ربنا كل شيء إن علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاسمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوه الخاسرين فتولي عنه وقال يا قوم لقد بلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آس على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئات الحسنة حتى أسوا وقالوا قد مش آباءنا الضراء والشراء فأخذناهم دغتة فأخذناهم دغتة وهم لا يشعرون ولون أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن ياتيهم دأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن ياتيهم دأسنا ضحا وهم يلعمون أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرين أولم يهدين الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أولا لو نشاء وعصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من منبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئين فظرموا بها أنظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قال جئتكم بمينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فاتبها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي سؤمن مبين ونسع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون قالوا أرضه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عميم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقرامين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلنا ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بشحر عظيم قالوا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بشحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن نلقي عصاك فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فاغلبوا هنالك وانطلبوا صغرين وألقي السحرة فاجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموا في المدينة لتخرجوا منها ألا فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلمون وما تنقم منا إلا أمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتغفنا مسلمين قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى قومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آليتك قال قال سنقتن أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قالوا فوقهم قومه استعينوا من الله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين قالوا أعوذين من قبل أن تاتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال لقد خذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءت فهم الحسنة قالوا لناه وإن تصلهم سيئة يطيروا من نساء ومن نعم ألا إنما طائرهم عند الله لكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان عن جرد والقمن لعضفان عدم آيات آيات فالصلاة فاستكبروا وكانوا قوما مدرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دعوننا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنه الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليمي لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنا غافلين وأغرسنا لقوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض مشارق الأرض ومغاربها التي داركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل مما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعقفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آليا قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبرنا هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا انجيناكم منان فزعون يسومونكم سوء العذاب يقتنون أبناكم ويستحرون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وعادنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلا وقال موسى أخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر ليك قال لن تراني ولكن انظرنا الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا وخرم في صعيطا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال موسى إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الواحي كل شيء موعظة وتخصينا لكل شيء فخذها بقوة ومر قومك ياخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض لغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرجل يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغير يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء إلى آخرة حابطت أعمالهم حابطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يرونه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأونهم قضلوا قالوا لإن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبا ناسفا قال بيس ما خلفتموني من بعد أعجلتموا أمر ربكم وألقل الواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمتني لعذاء ولا تجعلني مع القوم الظالمين الله نربه فيني والأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربه وذلة في الحياة الدنيم وكذلك نجزي المفترين والذين أمنوا الشيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذنا الواح وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون أختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال أب لو شئت أنكتهم من قبل وإياهم أتهلكنا بما فعل السفاء منهم إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا عدنا إليك وعلى عذاب أصيب بي من شاء ورحمتي رفعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويطون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل آمرهم بالمعروف وينهيهم عن المنكر ويحل له الطيبات ويحذم عليهم الخبائس ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم ولغلال التي كانت فاليهم فالذين آمنوا بي وعذروه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماعات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي النبي نمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تفتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا ممام وأوحينا إلى موسى إذ استسقيه قومه أن اضرب بعفاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ودعلم كل أناس نشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوين فنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكنوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنشيد المحسنين فلن الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء لما كانوا يظلمون سنشيد المحسنين